أهلاً وسهلاً بيكم أولاً شكراً جزيلاً لكم جميعاً على التواصل والتشجيع المستمر والتفاعل المستمر ومطالبتكم أننا نستكمل حلقات إنرجسية رغم طبعاً أننا حالياً أنا بسجل حلقة دي في منتصف مارس 2020 في عز أزمة الفيروس والوباء العالمي والمشكلة الصحية العالمية وكل التطورات والأخبار المتسارعة المتلاحقة اللي كلنا بنتعرض لها فربنا يعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله باعتذر لكم أننا يعني انقطعت فترة لأنك تحطى كل تركيزي في نشر الوعي عبر صفحتي على فيسبوك عشان الناس تقتنع أنها لازم تقعد في البيت علشان نقدر نساهم في حماية نفسنا وحماية كل حبايبنا من الإصابة لقدر الله ولكن بعد ما عملنا استطلاع وكلكم قلتوا عايزين نستكمل لأننا قاعدين في البيت دلوقتي ومحتاجين نركز أكتر في حاجة تفيدنا وكده فطبعاً أكيد دي حاجة تساعدني وحنستكمل في الاتجاهين في نفس الوقت كل ما هيبقى عندنا معلومات جديدة إضافية تقدر تساعدنا في الأزمة العالمية حنشاركها وفي نفس الوقت حنستكمل شغلنا عشان ما نسيبش المشاعر السلبية تسيطر علينا لأن ده من الصحة النفسية اللي احنا بنتكلم فيها آخر حلقة كانت في ترجمة حواري مع دكتور رامني اتكلمنا بشيء من العموم يعني عن مشكلة نشر السلوك النرجسي وتجهيز ضحايا النرجسية عبر الدراما في العالم كل فالنهاردة هنبدأ نتكلم بالتفصيل زي ما وعدتكوا في هذا الموضوع بالذات لوحده لأنه موضوع مهم وخطير جداً وهنبدأ بسؤال تفتكروا إمتى أول مرة شفنا فيها واحد وواحدة في السرير على شاشة التلفزيون اللي بيدخل كل بيت وبيشوفوه كل الناس ليه السؤال الغريب ده مهم؟ لأنه هيوضح لنا إزاي بالتدريج اتغيرت قناعات الناس في العالم كله واعتادوا على أشياء المفروض أنها ما تكونش معتادة تتشاف بابلك وإزاي ده أثر في وعينا عبر الأجيال وغاير قناعتنا وغاير تفكيرنا وغاير سلوكياتنا وتصرفاتنا وطريقة حياتنا والأهم إزاي غاير نظرتنا للعلاقات والحب والزواج وضاقعتنا منهم وضاقعتنا من بعض أنا هقول لكم إجابة السؤال بس بعد ما نرجع في التاريخ 30 سنة تقريبا قبله تفتكروا مين أول واحد أقنع الستات تدخن وعمل كده إزاي؟ الله هي الستات ما كانش بتدخن؟ ولا في العالم كله ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي مكان كان ده معتبر سلوك غير أخلاقي ولا يليق بواحدة ستة إنها تعود بابلك تمسك سجارة والدخن طبعا مع تذاري لكل الستات اللي بيسمعوني بيدخنوا ولكن ده ما كانش معتاد قبل ما الحدث ده يحصل سنة 1929 واحد اسمه أدوارد بيرنيز نمساوي الجنسية قريب عالم النفس الشهير سيجماند فرويد قرر يستخدم علم النفس نفس نظريات فرويد في التأثير على الجماهير بدون ما يعرفه بحيث يخليهم يغيروا تصرفاتهم وقناعتهم بغرض الشراء ونجح في ده فعلا والستات بدأت تدخن فعلا وكبرى الشركات والسياسيين في العالم تعاقدوا معاه وأصبح اسمه أبو الدعاية وتعامل عنه فيلم تسجيلي ناجح واخد جوائز اسمه قرن حب الذات من إنتاج البي بي سي وأصبح الفيلم ده سنة 2002 نحط لكم لينك في وصف الفيديو وأصبح من أكثر مائة شخصية مؤثرة في القرن العشرين لأنه حرفيا خلق علم الترويج والتسويق والدعاية اللي نتج عنه مليارات من الدولارات من الأرباح للمنتجين عبر العالم ونتج عنه كذلك تغييرات اجتماعية وسلوكية ونفسية هائلة في العالم كله وأصبح هذا العلم يدرس حاليا مش بس في الجامعات والمعاهد والكليات المختصة بالإعلام والترويج والتسويق والمبيعات ولكن كذلك في كل المؤسسات العالمية في جميع المستويات اللي هدفها التأثير في الرأي والتفكير والتصرفات والقناعات والراجل ده عنده كتاب مشهور جدا اسمه بروباجاندا حتلاقوه free to download online تقدروا تدور عليه بصوا عليه حتلاقوه فيه أساسيات علم التأثير في الجماهير النهاردة بعد ما دخل مع هذه الأفكار الأساسية النفسية في التأثير في الناس علوم المخ والتفكير والسلوك الحديثة بعد مرور مئة سنة من التطور العلمي أصبح الموضوع في منتهى التأثير علينا وإحنا مش منتبهين خالص لللي بيحصل لنا هتلاقوه القصة بالتفصيل في حلقة الانفلوانسرز هحطلكوا الرابط في وصف الفيديو بيرنيز هو كمان اللي خلق مفهوم المشاهير واستخدامهم في الترويج هو اللي ابتدع فكرة مهرجانات السينما والسجادة الحمراء وإغلفة مجلات الموضة وموضوعاتها اللي بتخلي الستات تقلد الممثلات والشاهيرات والرجالة يقلدوا نجوم الفن والرياضة والجميع يتخيل أنهم لما يركبوا العربية الفلانية أو يلبسوا الملابس الفلانية هيكتسبوا نفس سحر وجمال النجم المشهور ويبقى عندهم جاذبية جنسية لا تقاوم للجنس الآخر ومحدش فاهم أن الربط العاطفي غير العقلاني ده بين جماد منتج جماد عربية جزمة فستان شنطة أهميته مستمدة من فايدته العملية مش إنها فايدة عاطفية أو فايدة شخصية ليك لا علاقة للمنتج بالصفات والسلوكيات والمشاعر الإنسانية ولكن استخدام حية التأثير النفسي ربط عاطفيا ما بين المنتجات وما بين الإنسان وعمل فينا كده خلانا حاسين أن هذه الأشياء هي اللي تمنحنا الصفات المحببة بالنسبة للناس مش حية الخداعي النرجسي دي أو حية الخداعي النفسي دي من وسائل النرجسية آه طبعا ومن هنا نبدأ نكتشف ليه التصرفات النرجسية بتنتشر بهذا الشكل الرهيب باستمرار وبشكل متصاعد من وقتها لدلوقتي بيرنيز كان بيستخدم السينما لكن من وقت اختراع التلفزيون في أواخر العشرينات من القرن العشرين ده كان أول وقت اخترع فيه جهاز التلفزيون نفسه وبعد كده بدأ ينتشر وتطلع محطات التلفزيون والأجهزة التلفزيون نفسها تنتج بشكل يسمح للناس بشراءها ودخلت كل بيت خلال العشرين سنة التالية الوضع اختلف جذريا لأن أصبح فيه إمكانية من خلال التلفزيون لمخطبط معظم سكان العالم والتأثير عليهم بنفس الوسائل بشكل أسهل وأسرع مش بس من خلال الإعلانات المدفوعة ولكن أيضا من خلال البرامج بقى لترويج أفكار وسلوكيات مختلفة والأخطر عن طريق الدراما لأن تمثيل موقف مشابه لحياتك من أشخاص أنت بتحبهم تم تحبيبك فيهم وبتعتبرهم من أسرتك في ناس كتير شايفة حسة بالمشاهير كأنهم ناس يعرفوهم شخصيا تأثير ده عليك أقوى بكتير من مقال مكتوب في مجلة أو لفتة إعلانية ضخمة في الشارع تلاعب نفسي احترافي متعمد على أسس نفسية مشروحة في كتب وفي أبحاث علمية بيستخدم السايكولوجي بكل أدواتها العقلي والنفسي والعاطفي والمرقي والمسموع وكمان استدعاء ذكرياتك وخبراتك الشخصية وربطها بمنتجات وتصرفات وسلوكيات عشان تتعاطف مع أي شخص أو أي مواقف إحنا عايزينه وبغض النظر عن توافق هذه الأشخاص أو الناس أو المواقف مع مبادئك وقناعاتك من عدم بغرض إيه؟ استخدامها في تأثير عليك عشان تدفع فلوس قرض تجاري بحث وبالتالي سهل جدا تغيير قناعاتك ومبادئك وقواعد حياتك لأن الخبرة المزيفة دي اللي هي وره نهلك في التمثيل دي بتقول عكس اللي أنت كنت مقتنع بيه ولما تعرضت لها شفتها بتحصل قدامك فاقتنعت بيه بجرر تاني أن استخدام هذه الوسيلة المرعبة في التأثير هدف الوحيد الوحيد هو هدف تجاري مادي صناعة الترفيه في العالم كله وصناعة الترويج في العالم كله كل هدفها مش تسقيفك ولا تسليتك ولا تدليعك ولا يعني إعطائك معلومات مفيدة ولكن هدفها هي حط إيدك في جيبك دينا فلوس فقط وبالتالي حماية نفسك من الأخطار والأخطاء اللي فيها دي مسؤولتك أنت وهنا هجوابكو على السؤال في أول الحلقة أول زوجين شفناهم في السرير على شاشة التلفزيون كانوا فريد وفيلما فلينستون شخصيات كارتون بتاعة كارتون The Flintstones سنة 1960 إلى 1966 بداية أول سيزن من الكارتون ده وكان الراعي الرسمي لي سجائر وينستون عشان كده قلتلكم مين أول حد أقنع الستات تدخن بصوا ترابط الكارتون بالسجار برعاية كارتون يروج لفكرة الكيس دي على بعضها كده تديكوا إجزامبل مبسط وواضح جدا جدا وحطولكوا اللينكس بتاعة كل الأحداث تاريخية دي عشان تفهموا علاقة التجارة بالأخلاقيات بالسايكولوجي بالترامل وحصل ده يعني شفنا أو المشهد ده لأول مرة في تاريخ الإنسان على شاشة التلفزيون بعد ما شفنا أول قبلة على الشاشة في الأفلام الصامتة في أول قرن العشرين وكانت وقتها صدمة رهيبة جدا وبعدها تحول التقبيل لشيء عادي في الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب وتطور زي ما أنتم عارفين لما هو أكثر بكثير حتى في الماتيريا الموجهة للأطفال كارتون الأطفال في بوص وحضان وفي ما هو أكثر من ذلك وكمان تطور هذا الموضوع في الأفلام والمسلسلات بقى الموجهة لكبار اللي بحاول أقوله هنا بوضوح شديد هو قبل بداية القرن العشرين الإنسان ما كانش معتاد هذه التصرفات وهذه المفاهيم باعتبارها شيء عادي بيتقال علنا أو بيتشاف علنا أو الأطفال بيتفرجوا عليه مش ده العادي إحنا اتعودنا عليه عشان تولدنا لإناكدة لكن حقيقة الأمر الكصة دي كلها بدايتها من حوالي 70 سنة وأصبحت الدراما على الشاشة سواء السينما أو التلفزيون أحد أهم وأخطر مصادر تشكيل توقعات الناس من بعض من الحياة من الحب والزواج ومعها القصص والرويات الرومانسية بحيث أصبح الوعي العالمي على الأقل من منتصف القرن العشرين لغاية دلوقتي يستقي تخيلاته عن الحب والعلاقات والزواج من الدراما بحيث يبقى أهم هدف في حياة الناس حالة الحب الرومانسي الملتهب الدائمة اللي بيشوفوها على الشاشة عشان هي دي المشاعر دي اللي انت بتجري وراها الوهمية دي هتخليك تدفع فلوس عشان تفضل طول الوقت مرغوب تمام؟ فيفضلوا طول الوقت بيدوروا على وهم ومستحيل التحقيق ويقيسوا عليه توقعتهم فيشعروا بالإحباط والتعاسى وعدم الرضا عن أنفسهم وعن حياتهم وعن شركاء حياتهم هذا الشعور بعدم الرضا أساسي في ثقافة الاستهلاك لأن انت طول ما انت مش راضي طول ما انت بتدور على حاجة ترضيك عن نفسك فبتلاقي كل حاجة حواليك في الإعلام والترويج والإعلانات والدراما بتقولك البس كذا اشتري كذا هدبت في الحتة الفلانية حطي مكياش بالشكل الفلاني اتكلم بالشكل الفلاني واحلق شعرك بالشكل الفلاني وانت هترضي عن نفسك فتروح تجري تدفع فلوس تعمل كده تلاقي الموضوع مش محقق لكش اللي انت عايزه فتدور على غيره فتدفع فلوس حتة تانية وهكذا 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 الأفلام والمسلسلات والروايات والأغاني العاطفية اللي معظم مواضعها بقت عن الهجر والخصام والخيانة والفشل في الحب أو الحب الرومانسي الخيالي اللي ما بيتغيرش أبدا القديسة الحب بيعمل كل حاجة وبيغير العالم وبيعمل وبيسوي في حين ان عاطفة الحب اللي ربنا خلقها في قلوب الناس هدفها هو التأليف بين الناس عشان يعيشوا حياة طبيعية مش عشان يمثلوا فيلم مش عشان يفضلوا طول الوقت عايشين حياة خيالية غير موجودة على أرض الواقع وفي نفس الوقت الدراما اللي في السينما والتلفزيون والإعلانات اللي أصبحت هي كمان تمثيلية الإعلانات بنفسها بقت تمثليات مصغرة عشان تزود تأثيرها أصبحت بتروج مفاهيم بترسخ للسلوك النرجيسي لأنه سلوك مفيد استهلاكيا الفشخرة والمنظرة والمبهاب الممتلكات من أساسيات ثقافة الاستهلاك المجنون اللي أدورد بيرنيز بناها في القرن العشرين عشان الشركات تقدر تبيع باستمرار ملايين المنتجات المصنعة بغض النظر عن فايدتها وقيمتها الحقيقة وبغض النظر عن تأثيرها النفسي السلبي الخطير جدا زي ما شرحنا من خلال حوارنا مع دكتور رامني ارجعوا لحلقة حواري معها اسمعوها هي شخصيا بتقول هذا الكلام وبعدين اسمعوا معها الحلقات اللي بنشرح فيها بالتفصيل مصدر الظاهرة دي وده بيحصل عن طريق ربط المنتج بقيمة عاطفية غير منطقية قبل كده كانوا الناس بيشتروا المنتجات لجودتها وفايدتها واحد بيشتري جزمة عايز جزمة متينة تعيش سنين تبوز تخرب نرميها نجيبه واحدة تانية واحدة جزمة فقط مش 35 جزمة كل الالوان بيدوبوا بعد شهرين وفي حاجة اسمع الموضة بقت بطبطل ولازم نرميها ونجيب جديد ترصيخ الشعور ده عشان يفضل الحلم واستحيل التحقيق للأبد عشان نفضل نشتري للأبد عشان كده لما شرحت لكم في الحلقات السابقة تأثير ثقافة الاستهلاك على تدمير ثقة الضحية في نفسها وتوضبها اعدادها انها تكون ضحية مثالية لنرجسية في ناس كثير ما فيهموش خالص ايه العلاقة فاديني بشرح وهو بكل وضوح لان غياب المعلومات اللي انا لسه ايلاها حالا دي ان السلوك النرجسي ضرورة تجارية ممكن يخليكم مش منتبهين للتأثير المستمر على نفسياتكم من يوم ما بتتوالدو عشان تتقبلوه لانه بيتحول الى فلوس في جيب المنتجين ولذلك ترويج هذا السلوك لا صدفة ولا غلطة لازم نشعر كلنا رجال ونساء ان قيمتنا في شكلنا ومقتنياتنا ورأي الناس فينا بنقلع المظهر والممتلكات ونبدأ نتنافس ونقارن ونشعر بالتفاوق والاستحقاق لما نشتري اكتر فيه سلوجنز حرفيا بتقول كده لانك تستحقين المنتج الفلان لذلك لما ظهرت السوشل ميديا الموضوع انفجر زي ما شرحت لنا دكتور رامني انه اول ما ظهرت السوشل ميديا مش هي اللي اخترعت نرجسية ولكنها اصبحت اداية جديدة اخطر بكثير من التلفزيون والسينما بتروج لنفس الفكر وبترسخه وبتنشره على نطاق اوسع وبتضرب المزيد من الناس ان هما مش بس يعيشوا كنرجسيين يعني يعيشوا متبنيين السلوك النرجسي حتى لو كانوا هما مش نرجسيين ده كمان بيوضبهم ان هما يبقوا ضحايا للنرجسية لانهم شعارين بالنقص وعدم الثقة في نفسهم في نفس الوقت الدراما بقى ما هنشرح بقى النقطة دي ازاي الدراما بتربي ضحايا جدد للنرجسية عبر الاجيال تعالوا نبص في الدراما اللي كلنا اتفرجنا عليها لا بيد اسود العربي او الاجنابي تمام؟ ما فيش بطلة ما تضربتش بالقلم في فيلم عاطفي رومانسي صح؟ الافلام لا بيد اسود اللي كلنا اتفرجنا عليها ده بيرسخ ان الاذاء تعبير عن الحب انه من كتر البطل ما بيحبها بضربها وده احد مفاهيم النرجسية زي ما شرحناها في كل الحلقات اللي فاتت وطبعا لما البطل يضربها لازم تترمي في حضنه وطعايت فيحبها اكتر فبمعنى اخر الرسالة هي تقبلي الاذاء لان ده جزء من الحب وان ان انت لما تتقبليه النرجسي يارض عنك ولما البطل يلمسها او يقبلها غصب عنها رغم المقاومة المشهد ده موجود في افلام كتير جدا البطل بترفض بشدة والبطل بيضغط عليها بقوته الجثمانية لغاية ما تستسلم فتقوم تعترف بقى انها كانت مستمتعة بالتحرش المتقبلية فالرسالة هي لاغتصاب اخذ جسمك اخذ عفتك اخذ احترامك لنفسك غصبا عنك جزء من الحب برضو والافلام بترسخ ده ولما البطل يشتمها ويبهدلها ويخنها لازم تستحمله عشان هي بنته اصول كل دي تفاصيل العلاقة النرجسية بعد ما يحصل للضحية شعلالة عشان تقتنع ان هي المسؤولة وهي الغلطانة والجاسلايتنج ده في الحالة دي بيحصل من الاعلام ومن الدراما ومن الاعلانات ومن الافلام ومن الاغاني لجميع الناس اللي تفرج عليها فwe are being gaslighted واحنا عاديين مفاكرين ان احنا عاديين بنتسلة بنتفرج على entertainment ده مش entertainment ده بيأثر فينا نفسيا بشكل رهيب جدا فالضحية تبقى تحس ان هي الشخص اللي بيتفرج على هذا الكلام بيحس راجل بقى وسيت يحس ان هو المسؤول هو الغلطان انه معرفش يخلي الطرف الآخر يحبه وتجوزه والست لما تتجوز فعلا وبعدين يبدأ البطل يخونها في الفيلم ده بيرسخ فكرة انه انت الغلطانة انت اللي ما عرفتش تحافظ عليه عشان يفضل معاك فهي الغلطانة هي المسؤولة لكن البطل يعمل ما بداله وما بيغلطش وهي عليها ان هي تتقبل وتسامح عايزاكوا هنا توقفوا وتفكروا شوية شفتوا كام فيلم ابيض واسود من فترة الخمسينات والستينات عربي وأجنابي دي تفاصيله ومع ذلك بنتفرج وما زلنا بنتفرج على هذي الأفلام بعد عدة أجيال من انتاجها بعض هذي الأفلام قونتك سنة حاجة وخمسين تمام وانا بكلمكم سنة 2020 فات 70 سنة وما زلوا الناس بتشوفها كأنها فيلم كارتون وبنوريها للأطفال عشان تشكل مفاهمه ووعيهم عن بعض وعن الحب والجنس والزواج النهار ده بعد مرور كل هذه السنين ده غير إن في معظم الأفلام الرومانسية حديثة بقى أو قديمة الزواج هو النهاية السعيدة يجيب لك البطل البطل اللابسين عريس وعروسة وتطلع على الشاشة كلمة النهاية كبيرة كده the end وتترات بقى وبتاع بينما في الحياة الزواج مجرد بداية الحياة تأتي بعد الزواج مش الزواج نهاية الحياة ولكن بسبب فكرة ربط الزواج بالنهاية أصبح كل تركيز الناس على تفاصيل الزواج الفرح نفسه يعني نقعد نعد للفرح نوضى بالعفش نجيب هدوم نجيب شبكة نعمل خطوبة فظيعة نعمل حفلة ما حصلتش نوضى بشهر عسى وبس وبعد ناس تتجاوز تسعى الصبح تفاجأة إنهم تدبسوا في بعض بقيته عمرهم محدش قالوا ما يعاملوا إيه بعد كده محدش بيستعد الحياة نفسها اللي جاية بعد كده لإن من الدراما رسخت إن الزواج هو النهاية السعيدة أيوة خلاص السعادة خلصت يعني يعني الفرح خلص روحنا البيت صحيحنا الصبح انتهت السعادة بقى كده ونعيش بقى عيشة كئيبة لأن النهاية السعيدة كانت الجواز ولا الحياة تمشي لوحدها يعني يعني محدش علمنا الكمميكيشن حل المشاكل اللي هي بقى الاسكيلز ارجعوا لقائمة مهارات نفسية مهمة هتلاقوا فيها كل هذا الكلام حد علمنا هذا الكلام أبنا تجاوز لا كل الناس بتعلمنا نروح للكوافر ازاي نلبس ازاي يعلمه العريس يقول للعروسة ايه وهي مخطوبة لكن بعد ما بقت مراتك لقى اتباح لها القطة بقى وهو بعد ما بقى جوزك يا مقامنا للرجال يا مقامنا للماء في الغرباء هل دي حاجات هل دي أساسيات أو قواعد تقوم عليها حياة نجحة فيها تفاهم بيت محترم الناس بتحب بعض بيساعدوا بعض على الحياة بيسندوا بعض بيقشوا كويس لا فإذا دي مصيبة تانية احنا عملنا ثلاث تمرينات قبل الحلقة اللي فاتت عشان نوصل للنقطة اللي بنتكلم فيها النهاردة دي تدريب أكتر فيلم أثر فيك سلبا أو إيجابا وحكي لنا بالتفصيل أثر فيك ازاي تدريب أكتر موسيقى تصورية أثرت فيك فيلم أو مسلسل عربي أو أجنبي وتدريب قلولنا فرق التوقعات قبل وبعد الزواج كنت فاكرين الجواز إزاي وأصبح ولما اتجوزتوا اكتشفتوا إيه هحطلكوا روابط الإجابات على التمرين دي شوفوها بالتفصيل فيها معلومات كاشفة جدا وهتفسر لكم ليه الناس بقت بتستشهد بمواقف الدراما كأنها خبرات حياة حقيقية وليه بيحفظوا الحوار كأنه نص ديني مثلا أو أدبي مهم وقايم أولا أهم حاجة بالنسبة لي أنا وأنا ببص للتدريبات إنكم جميعا لم تترددوا نهائيا في إجابة هذه الأسئلة عن القصة الدرامية بالذات والموسيقى المؤثرة وبعضكم أجاب إجابات تفصيلية مطولة محدش قال أنا ما تأثرتش يعني إيه تأثير الدراما علي مفيش حد قال كده حتى اللي قالوا بطلنا نشوف دراما أو نتعرض لها كان بناء على انتباههم إنهم بدأوا يتأثروا بشدة مش لنعدام التأثر لو كنت عادت أقول لكم نظريا سنة إننا بنتأثر جدا إن بقية دراما مرئية أو مكتوبة وإن ده جزء أساسي ومتعمد من الأعمال الدرامية النجحة مهما حاولنا نقنع نفسنا إننا عارفين إن دي مجرد تسليا وإننا مش هنتأثر بيها ما كنتش حتسدوني كنتوا هتعرضوني بشدة ولكن لما سألتكم سؤال بسيط رديته أوتوماتيكلي لإن أنتوا عارفين كويس أو إن أنتوا بتتأثروا إن الألوان والإضاءة وزواية التصوير وسرعة المشهد أو بطء الموسيقى التصويرية المصاحبة للمشاهد كل دي أدوات تأثير عاطفي قوية وفعالة جدا جدا وفيها دراسات علمية مثبتة كتير لذلك بتاخد جواز ولذلك لو حزفناها من العمل هيفقد تأثيره ولو قفلنا روحوا مثلا أي فيلم مؤثر تايتانيك تمام؟ تخيلوا من غير الموسيقى التصويرية المشاهد هتفقد 70% من تأثيرها عليك المزيكة هي جزء كبير جدا من التأثير النفسي بعضوكو قال إنه استفاد من الأعمال الدراسية الدرامية زي فهم المشاعر الإنسانية وأحداث التاريخ وبعضوكو الأكتر قالوا كان في أضرار نفسية واضحة تتروح ما بين البكاء بسبب التعاطف الشديد مع قصة مؤلمة الاكتئاب والكوابيس من القصص المرعبة أو القصص اللي فيها أحداث مشابهة لأحداث مؤلمة في حياتهم فقد الثقة في الحب وفي الناس وبعضوكو بدون ما يشعر حتى قائمة بأفلام شخصية البطل فيها سايكوباتي أو نارجيسي وشخصية البطلة ضحايا للعلاقات المؤذية معهم وبعدين هما نفسهم دلوقتي ضحايا للعلاقات المؤذية تفتكروا ليه هنا نبدأ ننتبه للخطر عقلك في الحقيقة ما بيفرقش بين القصة على الشاشة وحياتك الواقعية بيعتبرها موقف عادي زي موقف الحياة كأنك كنت جزء منه لأن أنت وانت بتفرج على الدراما غصب عنك بتحط نفسك جوه الموقف بتتخيل نفسك أحد الشخصيات اللي أنت شايفها على الشاشة دي فبالتالي مخك بيتعامل مع اللي أنت بتشوفه كخبرة وذكريات ومشاعر أنت شخصيا مرد بيها حط لكم روابط في وصف الفيديو طبعا المصادر العلمية لهذا الكلام مش كلام مرسل هتلاقوا في وصف الفيديو ده تات توك بيشرح تجربة مهمة اتعاملت على مشاهدي أفلام الرعب وجدت أن كل ما الفيلم كان مجسم ومقنع الاستجابات الجسمانية عند المشاهدين جسمانية يعني بيقسوا بيقسوا لهم سرعة نبض القلب والتنفس والعرق وووو حاجة يمكن قياسها بتعلى بشكل واضح يمكن قياسه حتى وهم عارفين أن هم بيخضعوا التجربة وهم عارفين أن ده فعل ولما طلب منهم ما ينفعلوش ما قدروش يعملوا ده لأنهم بيتخيلوا نفسهم في الموقف كأنه بيحصل لهم في الواقع والحل الوحيد أنهم ما يتأثروش هو أنه ما يستمتعش بالفيلم يعني يتفرج عليه من بعيد ما يصدقوش ما يدخلش فيه قوي ولا يتفعل معاه ولما طلب منهم يجهدوا نفسهم في المحاولة ما قدروش يقوموا لمدة طويلة لأن المخ وجهاز الرؤية العين والعصب البصري لا يستطيعوا التفريق بين الفيلم والحقيقة ده بجانب حقيقة كتير من أننا مش عارفينها وهي الأخطاء التاريخية الرهيبة في معظم الأعمال الدرامية اللي بتقول إنها بتجسد أحداث تاريخية في النهاية الدراما عمل خيالي مش فيلم تسجيلي فبدون التوخل في تفاصيل هديكم مثال جوجل لوحدكم الأخطاء التاريخية في فيلم الناصر صلاح الدين روحوا جوجل اكتبوا الجملة دي وشوفوا بنفسك وإيسوا على ده أمثلة أخرى كتير جدا عربي وأجنبي وبالتالي مهما حاولنا نقل نفسنا إننا عارفين إنه تمثيل وإننا مش هنتأثر للأسف ده علميا لا يمكن الحدوث غير حقيقي وهنا نرجع لأول نقطة نقشناها في السلسلة اللي فاتت عن نقاش حواري مع دكتور راماني عن تدمير ثقة المرأة في نفسها اللي بتتشوه بسبب الإعلام وبسبب الإعلانات والترويج ضعف ماركة الصابون ما هم ناس هم منتجين هم يعني أدي مثال إيجابي إزاي ممكن ناس بيعملوا production وعايزين يبيعوا يبيعوا برضو بس من غير ما يدمروا ثقتنا في نفسهم فضعف عملوا حملة من كده سنة بدأوا ينتبهوا للتأثيرات السيئة دي وبدأوا يقولوا يا جماعة يا منتجين أنتوا غلطانين إحنا المفروض نغير طريقة الإعلانات فبدأوا يعملوا حملة للتنبيه للتأثيرات المدمرة لمنتجات التجميل على نفسية المرأة اللي خلاها حصة بالنقص باستمرار وبإنها مش جميلة إلا لو اشترت أطنان من المنتجات فبدأوا بإعلان ورانا بوضوح بشكل صادم حقيقة كمية الفوتوشاب اللي بتتعمل في صورة أي مادل قبل ما تطلع في إعلان توسيع عينيها وتطويل رقابتها وتكفيف شعرها 3-4 مرات وا 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 وبعدين طبعا الإعلان ده سابوه شوية فالناس بدأت تنتبه يا خبر بيد إيه إيه ده إيه الدحك بتضحك علينا ده إيه كمية الاستعباط اللي بتحصل لنا دي وبعدين بدأوا يعملوا سلسلة إعلانات مستمرة بقالها عدة سنوات حاليا بتفهم الستات المشكلة أحطلكوا روابط في وصف الفيديو منها إعلان عجبني جدا جدا جاب فنان رسم عارفين بتاع الشرطة اللي بيقول مثلا إن ما واحد يتعرض لسرقة فيجيبوله فنان يقول له اوصف لي المجرم كان شكله يقعد يقول له عنيك شكلها كذا من خير وكذا ويحاول يرسم له سكتش بحيث إن هم يدوروا عن المجرم جابوا بقى فنان من نوع ده وجابوا مجموعة من الستات قعدوهم في قوضة ومعاهم ناس راندم أي ناس قاعدين تمام وفجأة إن ده الواحدة من اللي قاعدين دول قاعدة وراء الرسام فهو مش شايفها وبيقول لها وصفي لي نفسك عشان يرسمك فبتبدأ توصف نفسها من وجهة نظرها هي لنفسها تمام وبعدين تقوم ويجيبوا أي واحد من اللي كانوا قاعدين في القوضة يقولوا له يوصف لنا الست اللي مش شدي والراجل يرسمها برضو تاني يعني يحطوا التو بورتريتس جنب بعض ويوروهم لصاحبة الوجه فتبدأ تعيط لإنها بتشوف قد إيه هي شايفة نفسها وحشة بالمقارنة بإن الناس شايفاها جميلة وزي الأمر هي شايفة في نفسها كل مواطن الغلط من وجهة نظرها قال لعيوب زي ما إعلانات التجميل بتقول لنا عيوب القوام عيوب البشرة عيوب يعني إيه يعني مين اللي قالناها عيوب عيوب إزاي يعني هي خلقة ربنا ربنا خلقني بشرتي مختلفة عن أختي حتى مش حتى واحدة غريبة مفيش حاجة اسمها عيوب البشرة اللي لازم نخبيها ولا عيوب القوام اللي لازم هو في قوام ستاندرد بينزل من مصنع وإحنا كلنا لازم نلزق نبقى فيه نتحشر جواه وإلا نبقى اسمينا عيوب ده دي المصيبة كبيرة اللي بيروجها الترويج اللي بالشكل ده اللي بيلعب على مشاعرنا فالفنان لما كان بيعمل التو بورتريتس للستات حطهم جمع بعض الست بتوفيجأ إن الناس شايفة فيها كل مواطن الجمال إن عينيها جميلة مثلا لكن هي شايفة إن بشرتها حق وحشا إن شعرها شكله جميل وهي لكن هي شايفة إنها تخينة فبيبدأوا وإن أنا قلتلكم في الحلقة دي لما الضحاية بتبص لنفسها ضحاية النرجسية بتبص لنفسها في المراية ما بتشوفش نفسها بتشوف الصورة اللي النرجسي عكسها عليها اللي عايزها تشوف نفسها من خلالها عشان تفضل ضعيفة طول الوقت وتفضل محتجال وطول الوقت وتفضل شكة في نفسها ومعند أشزق في نفسها طول الوقت السلسلة اللي فاتت كلها بفاقية دكتور راماني وحلقة الشعلالة مهمة جدا عشان توضيح التفاصيل اللي بنتكلم عليها دي في إعلان تاني برضو الضعف كتبوا على جابوا بوابتين حطوهم على باب المال كتبوا على بوابة منهم للجميلات فقط والبوابة التانية للناس العاديين معظم الستات خافوا يدخلوا من باب الجميلات مش شايفين نفسهم جميلات أنا رأيي إن الإعنات دي رائعة الجمال وتستحق جائزة حقيقية لأنها بتفوق الستات على حقيقة التلاعب النفس الخطير اللي بتعمل فيه نفس الشيء في كارتون ديزني بغض النظر عن نظرات المؤامرة عشان فيه كلام كتير قوي بيتألف مجموعات الستات على فيسبوك وواواوا إن الحقه ده بياش عارف إيه يعني فيه كلام غير علمي كتير بيتألف الموضوع لكن إحنا لنا اللي قدامنا تمام قصص ديزني العادية الأميرات اللي كل مقاوماتهم في الحياة الجمالي واحدة جميلة يعني مثلا سندريلا إيه الفرق بينها وبين الستاب سيسترز بتوعها اللي هما يعني إخواتها من من الأب إن هي جميلة هما مش جميلي بس فالأميرة الجميلة مستنية حد ينقذها ده الكور بتاع قصص ديزني القديمة كلها مثلا قصة الجميلة والوحش هل يتخيل أحد إنه يبقى فيه كارتون بيقول عكس الجميل والوحشة يعني الأمير يبقى هو اللي زال أمر ويحب واحدة وحشة عشان قلبها جميل زي ما الفكرة بتتقال في الكارتون وهو بقى حبه اللي حاولها الوحشة جميلة عمركو سمعتوا على حاجة كده هتتحكوا طبعا لا طبعا لا يمكن لازم العكس لازم الستة هي اللي تقبل الراجل على عيبه أصل الراجل ما بيعيبوش اللي أجيبه من وجه نظرنا ومن وجه نظر يعني حضرت ثقافات تانية كتير فأدي مشكلة ميجر مثلا حتى حد عمل كارتون هحطولكو على فيسبوك عمق عكس الشخصيات يعني حط الأمير هو اللي جميل والبنت هي اللي شكلها شبه الوحش وبيقول هل ممكن تتدرسوا القصة دي لأطفالكو أو تفرجوهم عليها والإجابة طبعا لا فالأمهات اللي عندهم أطفال في الحضانة في دول كتير منهم بالذات انجلترا وأمريكا بدأوا ينتبه ويطلبوا ديزني بتغيير النغمة دي في القصص وبتغيير قصص ديزني اللي بتشجع التحرش مثلا الجميلة النائمة الأمير كان بيقبلها وهي نايمة ما وفقتوش ولا تعرفوا أصلا فأم طلعت في حضانة في انجلترا قالت لهم أنا مش عايز ابني يتعلم الأفكار الغريبة دي فبدأوا الناس يطلبوا ديزني بالتغيير وده بدأ فعلا بأفلام بتخلي البنت لها صفات تانية مهمة بجانب مجرد الجمال الشكلي زي التفوق والشجاعة والحكمة في أفلام ديزني الجديدة اللي بقالها الأربع خمس سنين اللي فاتوا باربي كمان عروسة باربي بدأت تعمل عرايس عندها إعاقة جسدي مثلا ما قاعدة على كرسي متحرك أو عندها بوهاق في جلدها اللي هو تغيير لون الجلد أو بتشتغل طبيبة ورائدة فضاء وعالمة زر مش مجرد جسم بلاستيك كمان مقاييسه مستحيلة يعني مقاييس جسم باربي مش مقاييس موجودة عمرهم ما يبقوا راضين عن نفسهم ولذلك بقى أصبحنا نلاحظ اختفاء الخط الفاصل بين الدراما والواقع الناس نازل اقتباس أنا لما بقعد في اسم مجموعة من العرب من أي جنسية بلاقيهم عملين يقتبس وحكم وتحليل ومواقف واحتفال وحزن على شخصيات تمثيلية في أعمال فنية سواء عربية أو جنبية كأنهم ناس بجد كأن دي خبرات حصلت لهم في الحياة هم قال لي يا جماعة لما تبدأوا تشوفوا الدراما ثلاثية الأبعاد لما يبقى في فئتكم نظرات الواقع الافتراضي نتفرج بها على الأفلام والمسلسلات هتعملوا إيه لما الزكاء الصناعي يبدأ يخترع لكم شخصيات مش موجودة وتعمل أي حاجة حرفيا لأنها مش آدمية وملهاش اختيار ولا قيم ولا قواعد أخلاقية هتتصرفوا إزاي فخلونا نتكلم أكتر الحلقة الجاية عن النرجسي بقى واستخدامه للدراما واكتباسه منها واستخدام أفكار وسيكولوجية الدراما في التأثير على الضحايا وهلينفع نحل شخصيات الأعمال الفنية باعتبارها نرجسية ولا لا شكرا جزيلا على حسن استماعكم اسمعوا كل حلقات اللي فاتتكم هتلاقوا الرابط في وصف الفيديو وشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله